موسيقى خلال استقباليه وفدا من كونجلس الامريكية رئيس السيسي يؤكد ضرورة التوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين وفق المرجعيات الدولية موسيقى مدبولي ينقف يتفقد الموقف تنزيل اعمال المتحف الكبير ويؤكد ان العالم يترقب افتتاحه ليصبح مظارا جانبيا او جاذبا على خريطة السياحة العالمية موسيقى الثانية في القاهرة نشرة اخباراتهم جديدة من التلفزيون المستري اهلا بكم استقبل رئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من الكونجلس الامريكي برئيسة سيناتوريت شارلد شارلبي وذلك بحضور يسامح شكر وزير الخارجية خلال اللقاء اكد رئيس السيسي على الاهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونجلس في طار التنسيق والتشور بين البلدين الصديقين ازاء مختلف القضايا مؤكدا حرص مصر على تعزيز العلاقات في طار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة من جانبهم اكد اعضاء الوفد الامريكي الهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر واصفين اياها بانها ركيزة الامن والاستقرار في الشرق الوسط والعالم العربي فضل عن كونها شركة محورية لواشنطن في المنطقة مع التأكيد على التقدير البالغ لدور مصر الفاعل تحت قيادة الرئيس في تحقيق الاستقرار والامن في مصر بعد النجاح في مكافحة الارهاب والفكر المتطرف بالاضافة للجهود الكبيرة التي تتم داخل مصر لتحقيق التنمية الشاملة كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات التنائية في عدد من المجالات لا سيما عدل اسعادة السياسية والعسكرية والاقتصادية فضلا عن التطورات الرهينة على الساحتين الاقليمية والدولية في هذا الاطار اكد اسيد الرئيس موقف مصر الثابت ازاء القاضية الفلسطينية مشددا على ضرورة التوصل الى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وافق المرجعيات الدولية منما اشهد وفد الكونجرس بالجهود المصرية الداعمة لعملية السلامة كان عدد من الفلسطينيين قد اصيبوا اثر التجدد للشباكات مع قوات الاحتلال الاسرائيلية للات الماضية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة وقالت مصادر طبية فلسطينية ان الشابا اصيب برصاص الحي في ساقه واخر في قدمه بينما اصيب ثالث بحروق في يده عقب استهدافه بقنبلة صوت بشكل مباشر من قبل جنود الاحتلال في شرق محافظة الخليل جنوب الضفة واصيب عشرات اخرون بالاختناق نتيجة للاستنشاق الغاز المسايل للدموع في المنطقة ومقيم العروف وفي محافظة نابلس اندلعت مواجهة بين قوات الاحتلال وشبان في منطقة بيت فريك مما اصفر عن اصابة خمسة عشر فلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسايل للدموع وفي القدس اتقلت قوات الاحتلال شابا بعد اصابته بالرصاص الحي خلال مواجهات في بلدة ابوديس وشهدت قرية حسان ومدينة بيت لحم وريحة مواجهات دون الابلاغ عن وقوع اصابات هذا وقد توالت ردود الفعل المنذرة باقتحام الاقصى حيث دعت الولايات المتحدة جميع الاطراف الى ضبط النفس وتجنب الاعمال والخطابات الاستفزازية والحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف الاتحاد الاوروبي من جانبه اعراب عن قلقيه البالغ ازاء تصاعد اعمال العنف في الاراضي الفلسطينية كما حتى مبعوث الامم المتحدة الخاصة الى السلام في شرق الاوسط جميع الاطراف على المساعدة في تهديئة الموقف وعدم ناشر خطاب التحريض تتواصل اعمال لجنة المصار الدستوري ليبي الذي تستضيفه القاهرة برعاية اممية وبمشاركة اعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة ليبيين اقلت مصادر ليبيا ان اجتماعات المصار الدستوري تتواصل وسط اجواء تتسم بالاجابية وبحرص من المشاركين على التشاوري لضمان اعلاء المصلحة الوطنية فوق اي اعتبارات ذكرت المصادر الليبية ان اجتماعات المصار الدستوري تطرقت لبحث الاليات التنفيذية المطلوبة لاقرار الاساس الدستوري والتشريعي للانتخابات اعلنت تونس غرق سفينة شحن كانت تحمل سبعمائة وخمسين طن من الوقود قبال تسوحيها وافدت سلطات تونسية ان السفينة تعرضت لحادث بحري بسبب سؤل حوالي الجوية قبالة السواحل الجنوبية للبلاد مضيفة انه قد تم اجلاء طاقم السفينة المكونة من سبعة اشخاص اشارت سلطات الى عدم حدوث تسرب للوقود حتى الان نتحول الى مستجدة الازمة الاوكرانية حيث حضرت روسيا دخول رئيس الوزراء البريطاني بورو جونسون ووزيرة الخارجية ليز ترس ووزيرة الدفاع بين والس وعشرة اخرين من اعضاء الحكومة والساس البريطانيين الى اراضيها وذلك ردا على العقوبات البريطانية على موسكو وميدنيا اعلنت وزارة الدفاع الروسية انها استهدفت تمصنعا للمعدات العسكرية في العاصمة الاوكرانية كييف ومنشأ التصليح عسكرية في مدينة مايكولايف واكدت الوزراء ان اسلحة تجوى ارض بعيدة المدى وعالية الدقة دمرت مباني لمصنع اسلحة في كييف كما نقلت وكالة انترفاكس عن وزارة الدفاع قولها ان روسيا اسقطت ايضا طائرة اوكرانية من تراز سو 25 بالقرب بالمدينة ايزيوم في خركيب اوبلاست بشرق اوكرانيا في غضون ذلك قال رئيس الاوكراني فلاديمير زيلينيسكي ان نحو 3000 جنديه من قوات بلاده قتلوا منذ بدء الهجوم الروسي واضاف ان حوالي 10 الاف عسكري اصيبوا مضيف لانه من الصعب تحديد عدد الضحايا المدنين في المدن والبلدات المحاصرة كخيرسون وماري بول كانت كيف قد اعلنت في وقت سابق ان روسيا فقدت بالفعل 20 الف جنديه منذ بدء هجومها العسكري على اوكرانيا الذي دخل اسبوعه الثامن من جهتها علنت نائبة رئيس الوزراء الاوكراني الاتفاق على فتح 9 ممرات انسانية لاجلاء المدنين اليوم بما في ذلك الاجلاء بالسيارات الخاصة بمدية ميروبيل المحاصرة واضفت ان خمسة من الممرات التسعة ستقام بالاجلاء من منطقة لوجانسكش في الشرق والتي قال مسؤولون محليون انها تتعرض لقصف عنيف اكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام او اهتمام الدولة بسرعة الانتهاء من اعمال المتحف المصري الكبير وان العالم يترقب افتتاحه قريبا ليصبح مزارا جاذبا على خريطة السياحة العالمية للتعرف على اسراء الحضارة المصرية العريقة في اطار من العرض المتحفية وفق احدث الاثاليب والتقديات جاء ذلك خلال تفقد مدبولي ويرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين الموقف التنفيذي للمتحف ومستجدات تطوير المنطقة المحيطة به وفي مستهل الزيارة شهد رئيس الوزراء فيلما تسجليا يوثق مراحل انشاء المتحف وما يتعلق من تطوير المنطقة المحيطة به واكد مدبولي ان التطوير الذي تشهده المنطقة المحيطة بالمتحف يسهم في استكمال منظومة سياحية وحضرية مميزة تحاقق للزوار تجربة فريدة كما كلف محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من طلاء وجهات المباني المحيطة بالمتحف نفى مجلس الوزراء الصحة ما تردد من انباء بشأن صدور منشور رسميا من وزارة التربية والتعليم للإعلان عن الاوراق المطلوبة لمسابقة تعيين 30 ألف معلم لهذا العام اوضح مركز الاعلامي للمجلس انه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية التي نفت هذه الانباء وشددت على ان الوزارة لم تعلم حتى الان عن اي تفاصيل متعلقة بالمسابقة التي سيتم من خلالها تعيين 150 ألف معلم على مدار خمس سنوات متتالية اوضحت الوزارة انه يجري حاليا الاعداد المسابقة من خلال تحديد المواصفات الفنية والتربوية المطلوبة نظمت وزارة الصحة وسكان احتفالية للاطفال من مرضى التمثيل الغذائي وذلك بهدف في رفع الوعي الغذائي الصحي لدى ذويهم للوصول الى جيلا صحي خالي من مسببات الاعاقة يأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبدلها الوزارة للحد من انتشاره في الامراض الوراثية لدى الاطفال من خلال مبادرة الكشف المبكر عن الامراض الوراثية لدى حديث الولادة استقبل المعهد القومي لعلوم البحار والمصيد فرع الاسكندرية وفدا افريقيا من 15 دولة افريقية من مركز التدريب الاقليمي لموارد المائية والري حيث تمت منقشة لاليات التعاون المستقبلي مع عضاء الوفد ودراسة اعداد مذكرة التفاهم مع الدول الافريقية من خلال وكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية بوزارة الخارجية في ختم زيارة قام الوفد بجولتين في المعامل البحثية ومعرض الاحياء المائية والمتاحة في البحرية يعد فانوس رمضان احد المظاهر الفلكلورية في مصر والعالم العربي والاسلامي حيث تتزين الشوارع بفانيس رمضان التي يتفنن المصريون في تقديم اشكال مختلفة ومميزة منها بمجرد سماع تلك الكلمات من اغاني التراث المصري على الفور تتبادر الى ذهنك صورة الفانوس الايكونة التي طالما ارتبطت بعدات وتقاليد المصريين خلال الشهر الفضيل ففي كل عام وقبيل بدء الشهر الكريم بايام قليلة تظهر الفانوس لتغزو الشوارع باشكال وتصاميم ومواد مختلفة بدءا من الشكل القديم المصنوع من الصفيح ثم الصفيح والزجاج حاملا الشمعة بداخله مرورا بالفانوس الكهربي الذي يعتمد على البطارية الكهربية وصولا للفانوس المتكلم بالموسيقى والاغاني المختلفة شكل اخر من اشكال الفوانيس وهي الالعاب والعرائس والدمة المختلفة التي خرجت عن المألوف من اشكال الفوانيس المتعارف عليها كفوانيس بوجي وطمطم والشخصيات المشهورة لدى الجمهور وهكذا يتنوع المعروض من الفانوس الذي يعد جزءا اصيلا من التراث المصري والذي تعددت الروايات حول ظهوره احدى هذه الروايات كانت خروج الخليفة الفاطمي الى الشوارع ليلة استطلاع هلال شهر رمضان بصحبة الاطفال حاملين الفوانيس ومرضيين الاغاني الجميلة المعبرة عن سعادتهم باستقبال الشهر الكريم ورواية اخرى عن احد الخلفاء الفاطميين الذي اراد اضاءة شوارع القاهرة طوال ليالي الشهر الكريم فامر بتعليق الفوانيس التي تتم اضاءتها عن طريق الشموع الموضوع داخلها وبعيدا عن صحة اي من هذه الروايات الا ان الفانوس اضحى الايكونة والجزء الاصير والمحبب من الاحتفالات بالشهر رمضان الكريم اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات سرمتولي التلفزيون المصري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان منظومة الاصال الالكتروني تساعد على وصول ما يدفع المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات الى الخزانة العامة للدولة اشار المركز في عرض معلومات مصور نشره لتوضيح اهم مزايا من منظومة الاصال الالكتروني الى اذلك يأتي من خلال انشاء نظام مركزي الالكتروني يمكنه مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين والتحقق من صحتها عبر التكامل الالكتروني مع جهزة نقاط البيع والانظمة المحاسبية الممكنة لاصدار الاصالات لدى تجار المقدم الخدمات قال وزير المالية الدكتور محمد معيت ان هناك زيادة ملحوظة في حجم الفرص التعاقدية للكيانات الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تجوزت الحد الادنى المقرر بالقانون حيث فازت بنحو 73% من التعاقدة الحكومية خلال ثلاث سنوات وخمسة اشهر وعشر بيان صادر عن الوزارة الى ان ذلك يأتي من خلال حوافز ضربية وغير ضربية وتيسيرات تستهدف مستندة هذا القطع ختم الثانية وهذا تسكيل باهم ما جاء بها من عنوين خلال استقبالي وفضا من كونجرس الامريكي الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التوصل لحل العادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين وفق المرجعيات الدولية مدبولي يتفقد الموقف التنفيذية لعمل المتحف الكبير ويؤكد ان العالم يترقب افتتاحه ليصبح نظارا جاذبا لخريطة السياحة العالمية نشك نكتوف نهزينا شو الأحبارية إلى ملتقى إلى اللقاء اشتركوا في القناة